تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي حيث تمكنت من ضبط 809 قضايا تموينية مستندية وعينية بمضبطات بلغت قرابة 1336 طن مواد غزائية وغير غزائية خلال 24 ساعة وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تمضبط أكثر من 222 طن في مجال حجب أرز الشعير والأبيض وعدم توريد أرز الشعير والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تمضبط قرابة 1113 طن أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغزائية وغير الغزائية تمضبط قرابة 21 طن وفي مجال قضايا المخابس تمضبط 946 قضية من بينها 200 وقضية 1 خبز ناقص الوزن و171 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال القضايا التموينية المتعلقة بغش الأعلاف والبيع بأزيد من السعر تمضبط 11 قضية بمضبطات بلغت أكثر من 70 طن ترجمة نانسي قنقر